لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة أمور صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد الإمام أبو جعفر الطحوي المصري الحنفي من كبار الأئمة ومن أثقاتي عند جميع العلماء يوضح لنا منهجه في العقيدة والفقه طريقة الأوائل حتى بعد أن استقرت المذاهب فإنهم كانوا دائما أهل طلب للعلم بالكتاب والسنة وتعظيم الأذلة وليس مجرد مقلدين لآئمتهم الكبار ولكنهم كانوا على إثنهم سائلين لتقديم الدليل واعتباره وروايته سواء كان ذلك في العقيدة أو العمل وله مؤلفات عديدة من أشهرها وله تأويل مشكل الأثار ومختلف الأخبار فهو يتكلم فيه عن الأذلة المختلفة ككلام كل أهل العلم من أهل الحديث رغم أنه ينتمي فيما يبدو لمدرسة الرأي ولكن هذا الانفصال والتباعد الشديد بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث لم يكن في العهد الأول لأن تأصيل الآئمة الكبار حتى في مدرسة أبي حنيفة التي تسمى مدرسة الرأي كانت القاعدة عندهم إن صح الحديث فاضربوا بقول أرض الحائط وإن صح الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول أرض الحائط وأما إن كان من كلام التابعين فهم رجال ونحن رجال لأنه من صغار التابعين أو من كبار تابع التابعين لكن المسألة ليست لكل أحد هذا التأصيل الذي جعل الأئمة الكبار من أتباع جميع المذاهب كالطحوي في الحنفية والبغوي في الشافعية وابن عبدالبر في المالكية ومجد الدين ابن تيمية في الحنابلة وغيرهم كثير على طريقة واحدة في تقديم النصوص وفهمها على طريقة السلف كما يتضح من هذا الكتاب المبارك هذه العقيدة التي كتبها الإمام الطحاوي ونسبت إليه يبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم أئمة مذهبه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف وأبي عبدالله محمد بن حسن الشيخ رحمه الله تعالى وسوف يظهر لنا جليا في متن العقيدة التي أحببنا أن نتدارس متنه مباشرة دون الشروح فإن الشروح تفاوتت ما بين منتسبين إلى أهل التأويل وعلم الكلام الذي انتشر وطمى وزاد بعد المائة الثالثة التي توفي فيها أو بعدها بيسير الإمام الطحاوي الإمام الطحاوي 200 وشوية إلى 300 وشوية قبل أن يغلب علم الكلام على المتكلمين في العقيدة نقول وبين من ساروا على طريقة السلف لكن استعملوا علم الكلام كثيرا ومن ذلك الشرح المشهور بشرح العقيدة الثحاوية لابن أبي العز أنحنفي وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن الثامية رحمه الله ولكن امتلأ الشرح بمسائل كلامية كثيرة على طريقة أهل ذلك الزمان ولكن المتن أخف بكثير من ذلك وإن كانت فيه إشارات فللإشارات من قبل ذلك من عهد الإمام البخاري بخاري رحمه الله وعهد الإمام أحمد بن حنبل لكن لم يكن بالكثرة البادوة علم الكلام والفلسفة والمنطق اليوناني هو من أخطر الجنايات على عقيدة أهل الإسلام ونحن نجزم ونقطع وغيرنا يجزم ويقطع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل علم الكلام لا تعلما ولا تعليما ولا دعوة ولا مناظرة ومجادلة بالتي أحسن بل التي أحسن ليس فيها علم الكلام وإنما المناظرات كما ترونها في كتاب الله في مناظرة نصر نجران وقبل ذلك مناظرة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي لما يقول المسلمون في عيسى وكيف كانت إقامة الحجة والمجادلة بالتي أحسن هي ببيان حجج القرآن وليس باستعمال علم الكلام إن كان علم الكلام أهون من الفلسفة لأن الفلسفة لا تقر بالمبادئ الكبرى لأهل الإسلام في الوحدانية وخلق العالم والنبوات والبعث بعد الموت فضلا عن القضايا المتعلقة بالقدر والصفات ومسائل الوعد والوعيد فإن هذه مما استأثر به الأنبياء وأتباع الأنبياء استأثروا بعلمه وكذا الأخبار عما مضى وعما يأتي بطريقة يقينية لا يعرف على وجه الحق إلا من طريق الأنبياء لما ترجمت كتب الفلسفة إلى العربية وانشغل المسلمون أو كثير منهم في تلك الفترة في أوائل الخلافة العباسية بما يتناقل من هذه الكتب والشبهات التي تطرح تولد علم الكلام ليثبت العقائد الإسلامية الكبرى التي جاء بها جميع الأنبياء من وحدانية الله وخلقه للعالم وإثبات المعاد وإثبات النبوات هذا الذي جعلوه هدفا لهم ويسيرون في طريق إثباته على طريقة المناطق يعني هم بيجيبوا للفلسفة استعملوا من الحجج بس الفلسفة بيستعملوه عشان يثبتوا الفض وقدم العالم وأن لأنه في النبوة وإنما هي الحكمة والذكاء والقدرة على الإدراك والتخيل والتعبير بذكاء يجذب الناس وطالما أن العالم قديم وأزلي فهو أبدي أيضا ولا بعث بعد الموت ولا جزاء ولا حساب وبالأولى لا تشريع ولا أمر ولا نحي ونتستغرب أن هذه العقائد هي التي تنتشر في معظم العالم يعني أوروبا لو أقر أحد منهم بالربوبية لكان هذا هو الموحد عندهم هذا اللي بيؤمن أما الأغلبية فلا يقرون بالربوبية أو أنه تفضل بالرتبة كما يقوله الفلاسفة ولكن لا فعش إرادي ولا قدرة ولا اختيار ولا أمر ولا نحي ولا تشريع ولا جزاء ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب المسائل الكبرى دي زي ما قلنا علم الكلام اللي خلاهم محسوبين على أهل الإسلام إنهم استعملوا الحجج المناطقة وطريقة الفلاسفة لإثبات المسائل الدهين طبعا بالضبط كده الحجج دي هي اللي وصلت التانين لأنواع الكفر لقدم العالم ونظلة الفيض وأزلياته كذلك أبدياته كذلك وإن ما فيش رسل ولا فيش شرائع ولا فيهم آخر لأنها طريقة غبية لا تستحضر فطرة الإنسان إنما تتلاعب بالكلمات تطبق المنطق الرياضي اللي هو واحد زائد واحد زائد واحد يسوي ثلاثة ونقص اثنين يسوي واحد ومضروف خمسة يبقى كده ده المنطق الرياضي المنطق ده بيطبقوا على الكلام فالكلام بيتعبر عنه عن نفس المعنى بإيه بعدك معانا بعدك ألفاظ وطرق مختلفة ترتب على ذلك شبهها كده زي إيه مصورة المجاري فيها إيه مية مجاري والناس قالت إحنا بدل ما توصل مجاري إحنا هنوصل بها إيه مية شرب ومشوا مية الشرب في مصورة المجاري هيوصل للناس إيه مية بمجاري هيوصل للناس مية متوسخة بمجاله حتى وإن كانت إيه مش مقت مجالي صرف بس إيه متوسخة بطريقة تمرضهم تمرض قلوبهم وإن كانوا مش حيموتهم مباشرة زي ما التانيماتهم الشرط يعني بعضهم بيموت من كتر الشبهات لوقات ما يوصل للإلحاد فيوصل لأنواع الكفر ويقول أنواع من المكفرات وهو لا يشعر وهو معدود عند قومه من أئمة الدين كعن الرازي معدود من كورة المداولة الإمام الفقر الرازي وهو دعلا فاتح حد السد وفتح علم الكلام على الأمة ككل أكتر من أي عدام وهو مقلف كتب متضمنة لعبادة النجود بعض الناس يقولوا مقلفها يعني استعلاء على أصحابها حاجة لو ما نعرف أقول لك أي حاجة ابن تيمياء جاء على مواضع معينة من كامل الرازي وقال وهذه ردة عن الإسلام حتى أن بعض المشايخ المتأخرين بقى اللي بدوروا على عدم التفريق قبل النوع والعين يقول ابن تيمياء كفر ليه الفخر الرازي هو ابن تيمياء قال هذه ردة ما قالش الفخر الرازي ليه كافر يقول ولعله تبى منها ولعله يعني لم ينتبه يعني لم ينتبه حاجات تمنع له التكفير عشان كده بقول لكم إن في ناس ماتت من المية اللي فيها مجاري دي اللي هو علم الكلام والفلسفة وعلم المنطق اليوناني استعملوا في العقيدة كانت طريقة السلف دائماً عدم الخوض في هذه المسائل بطريقة علم الكلام إلا ما قد وقع للبعض بسبب شبهات وردت فذكروا مسائل من ذلك وحنلاقي الكتاب اللي بين إيدينا اللي هو ماتن العقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام الطحاوي صاحب يعني الروايات والدرايات حنلاقي فيها حاجات خفيفة في المنه آثرنا إن إحنا ناخد المثلة إنه أقل كثيراً من أي شرح المنشروح ليه الإمام الطحاوي الكل بيه ينتسب إيديه يعني ليه السلفيين وأهل السنة بيقولوا إن الطحاوي عقدته تمثل المنهج السلف حبما غير مسألة أو مسألتين عشان الحنفية مخلفين في أهل الجمهور مسألة الإيمان والأشاعره والمتردية مسكين في الإمام الطحاوي يقولوا ده هو إيه ده هو أشعاره المتريه تبعه كما هو مدأب الأب الحسن أشعاره يعني ليس يعني يصح أن ينسب إليه ولأن الطحاوي رحمه الله قد نقل غير واحد أن عقيدته قد تلقيت بالقبول عاد أولنا المسألة والمسألتين الخفيفتين اللي فيهم نزاع مع طوائف من أهل السنة والراجح قول جمهور أهل السنة فيها في مساء اليمان لكن التلقي بالقبول جعل الكل ينتسب إليها وإحنا وإحنا مشيين فيها حيطضح لنا بجلاء إن الإمام الطحاوي على طريقة السلف فعلا وبعدين حاجة مهمة جدا إنه أثبت أن هذه هي عقيدة شيوخ المذهب الثلاثة بل هو يجعلها عقيدة أهل السنة الجماعة جميعا وينص على الثلاثة تخصيصا بعد تعمين فلذلك نقول أن هذه العقيدة المتلقاها بالقبول تمثل مذهب أئمة السلف رضوان الله عليهم وخاصة الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو دون المشهورين بأنهم الإمام أبو حنيفة وصاحبين والإمام وصاحبين قال الإمام الطحاوي رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن يعقوب وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون له رب العالمين نجد هنا أولا استعمال لفظ العقيدة وهو ما يتضمن عقد القلب والتزامه وتصديقه الجازب لأنه مثل العقدة المربوطة التي لا تحل واللفظ المستعمل في الكتاب والسنة هو الإيمان ولا شك أنه أعلى قدرا وأوسع معنا من لفظ العقيدة ولكن لا مشاحة في الاستراحة طالما علمنا أن المقصود قول القلب وعمله ونطق اللسان وبقية أقواله ثم العمل بمغتضى ذلك ثم استعمل لفظ أهل السنة والجماعة وهذا اللفظ قد استقر بعد مدة من الزمن لم يكن هذا الاستراح موجودا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدين هو ما قاله وليس هناك بدع يحدثها أحد ولا في زمن رسول زمن أصحاب النبي صلى الله وسلم ولكن لما كثرت البدع وانتسبوا إلى الإسلام والإيمان وحصلت الحاجة إلى تمييز الفهم الصحيح للإسلام والإيمان كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فظهر مصطرح أهل السنة والجماعة وهو مأخوذ من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكر فيها الاختلاف وافتراق الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهليين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة فقالوا أهل السنة لأنه الذين التزموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف عليكم بسنتي فهي إذن مصدر التشريع عندهم في العقيدة مصدر التلقي إنما يأخذون عقيدتهم كما يأخذون عملهم كما يأخذون سلوكهم وأحوال قلوبهم من السنة وهي الشريحة لكتاب الله عز وجل يبقى ليسوا أهل كلام ليسوا أهل فلسفة ليسوا أهل منطق يوناني يوناني ليسوا دايما أكد كده عشان ما حدش يستعمل منطق بمعنى العقل السليم الناس بتستعمل النهاردة كلمة منطق وإنها إيه يا عم تكلم بمنطقية يا عم ده كلام ما مرهوش منطق خالص لكن هو أصلا علم المنطق اليوناني إنه بيقعد يركب الكلام ويستعمل زمن تلك الرياضيات فيه فأهل السنة لا اعتمدهم دائما على النصوص على إثبات الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة طريقته في فهم الكتاب وقبوله وتعليمه للناس والاستدلال به في مواطن النزاح وأما أنهم الجماعة فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قال افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل ومن هم قال هم الجماعة وفي الرواية الأخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه فتبين بذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم راغب أمته في أن يلتزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بقوا على جميع مسائل الاعتقاد كما تركهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بل وكبريات مسائل العمل كإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصوم روضان وحج البيت فالغرض أن الجماعة هم من اجتمعوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث قد دل على أنه الفرقة الناجية لأنه قال كلها في النار إلا واحدة خيل ومنهم قال هم الجماعة وقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وكل الطريقين حسن صالح للاحتجاج وعلى ذلك سأرى عمة العلم في بيان مذهب أهل السنة والرد على أهل البدعة ولزوم الجماعة بهذا الاعتبار فرض وهو ليس بالمعنى السياسي لأن الجماعة تستعمل بمعاني منها الاجتماع على أمير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم ويريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائدا من جاء فسماها جماعة وذلك لاجتماعهم على أمير مطار وتطلق الجماعة كما ذكرنا على المنهج وتطلق الجماعة على الإجماع إذا أجمعت الأمة والمقصود علماؤها على مسألة بعينها عقدية كانت أو عملية أو سلوكية ومن تأمل معنى الجماعة الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عن الفرقة الناجية هم الجماعة تبين له أنها لا تخرج عن معنى الإجماع الذي ذكرنا أنه حجة لقول الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أوخذ لهم حتى تقوم السعر من هنا قلنا أن جماعة الصحابة لم يختلف قط في مسائل الاعتقادات ولذا قلنا نفهم النصوص بفهمهم لأن طريقتهم في الفهم وتعبيرهم عن هذا الفهم لم يقع فيه اختلف ولذلك كان فهمهم حجة وأنت اليوم أصبحت تسمع من يطالب ويقول لا يلزمنا فهم السلف نقول في باب العقيدة والعمل والسلوك هذا الباب لا يحتمل مخالفة إجماعهم وجماعتهم لا يحتمل بل فهمهم لازم لكل أحد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم الفرقة النجية لذلك نقول كلمة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة نعني بذلك الصحابة رضي الله عنهم ثم الذين لنهم ثم الذين لنهم يقولون أنتم أتيتم بأشياء لم يقلها السلف نقول نحن نلتزم بما قلناه لأن نترك ما لم يقله السلف إلى كلامهم إذا ثبت فهل تفعلون أنتم ذلك أيضا ونحن في تلك الحال لو ألزمنا بترك بعض المصطلحات والألفاظ طالما ظهر الحق فيها بالدليل والإجماع فلا علينا أن نترك الإصطلاحات لكن لابد من معرفة المنهج لذلك قلنا لما انتشر اسم أهل السنة والجماعة وانتسب إليه فرق من المنحرفين كالأشائر والمثريدية والصوفية صار اسم السلفية مجددا حاجة جديدة جديدة بعد أن كان اسم أهل السنة والجماعة حاجة للتميز بين المنتسبين للإسلام وهم على بدعة وبين المنتسبين للإسلام وهم على السنة فظهر مصطلح أهل السنة والجماعة كذلك في داخل هذا المصطلح نحتاج إلى بيان من كان على طريقة السلف يعرف فعلا أنه على من هجال السنة والجماعة أم ينتسب بانتسابا غير حقيقي أو يتشبع بما لم يعطى يقول على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة بن عمان بن ثابت أبو اخترت لتدل لأنهم أئمة مذهبه ثم ما قالوه هو في الحقيقة لا يختلف عليه مالكي ولا شفعي ولا حنبلي ولا من أهل الحديث ما قاله هؤلاء في العقيدة ليس خاصا بهم إلا مسألة الإيمان لأن الحنفية لأن الإمام أبو حنيفة جعل الإيمان قول واعتقاد وعمل القلب ولم يدخل فيه عمل الجوالح وكذا زادوا أن أن الناس في أصله سواء نعم وهاتان المسألتان الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل القلب بدون عمل الجوالح وأن الناس في أصله سواء هما الاختلاف الجدير بالتعليق في متن التحوير سواء سواء احنا قلنا من اهل السنة والجماعة الاشعار نفسه لما كانش تولد لسه وبالتالي المصطلح ده موجود الاول وهم دخلوا الاشعار دخلوا في مصطلح اهل السنة والجماعة تبعا للامام ابي الحسن اشعار الذي رجع الى مذهب اهل السنة في اخر عمر ورجع الى مذهب امام احمد اللي هو مذهب ابي حليفة اللي هو مذهب ابي يوسف اللي هو مذهب محمد الان الحسن اللي هو مذهب امام مالك اللي هو مذهب امام الشافي لا يختلفون في ذلك وليس عندهم علم كلام ولا عندهم كلام الأشاعر المتأخرين الذي هو كلام الجهمية الأوائل هم لما ردوا على المعتزلة الأشاعر ومعتزلة دول بتوع علم الكلام اللي اخترعوا وأسسوا هذا العلم عند المسلمين وهو علم لا ينفع وجهر لا يضر بل علم يضر في الحقيقة ويفسد القلب صاروا لما كانوا أقرب أهل زمانهم إلى أهل السنة صاروا هم كذلك يسمونه يهل السنة هو بلا شك أن أبو الحسن أشعره نصر في الإبانة مدرب أهل السنة والجماعة في معظم المسائل في عامة المسائل ولا شك أن كبار الأشاعر الأوائل كانوا أقرب إلى أهل الحديث وأهل السنة منهم إلى المتأخرين من الأشاعر من بعد الجوين والغزال والرازي وقد ذكر ابن القيم ذلك أن الثلاثة الجوين والغزال والرازي هم الذين يعني نشر البدعة نشرا شديدا وهم مترددون ومتقلبون في الأحوال تقلما شديدا ويظهر ذلك من خلال مؤلفاتهم في أوقات مختلفة الله أعلى وعلم قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شديك له حبا أصل الإيمان بالله عز وجل توحيده وقد ذكر نقول في توحيد الله معتقدين حال بتوفيق الله معتقدين إن الله واحد أو معتقدين عقيدتنا بتوفيق الله لنا لذلك فقد نص على القدر في أول جملة بما جرت به عادة العلماء في ذكر توفيق الله سبحانه وتعالى وأن العقيدة الصحيحة هي واحد توفيق من الله وأننا نقول معتقدين نعتقدنا بتوفيق الله لنا لذلك والتوفيق هو خلق الهداية في قلب العبد والخذلان هو خلق الضلال في قلب العبد وهو عدم التوفيق وهذا يدل على فعل الله في عقاقد العباد أن الله عز وجل يوفق من يشاء ويخذل من يشاء بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيت ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام ولا يشبهه الأنام صلحوها عندكم لا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا معنى أو معنى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا إن الله واحد اسم الواحد ذكر مرات في القرآن وهو الواحد القحار وذكر أيضا اسم الأحد قل هو الله أحد وإن كان نادر الاستعمال في الإثبات وإنما يستعمل أكثر في النفي لكن لتأكيد الوحدانية قال الله عز وجل قل هو الله أحد وهذا الاسم ذكر اسم آخر بنفس المعنى وهو الفرد وإن كان الفرد لم يرد في نصوص القرآن وإنما ورد في نصوص بعض الأحاديث وإن وقع فيها نزاح كرواية الترمذي لحديث الأسماء الحسن ورد النصوص على أن الله وطر وهو أيضا بمعنى الواحد هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دليل على وحدانيته في ذاته وفي أفعاله وفي ربوغيته وإلهيته وأسمائه وصفاته فهذه الوحدانية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الأمبياء وقد ورد في التوراة والإنجيل ذكر الوحدانية كما في أول الوصايا العشر في التوراة في سفر التكوين الرب إلى هنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وذكرك ونفس النص في الإنجيل إلى يومنا هذا حتى بعد التحريفات قالوا للمسيح أيها المعلم أي الوصايا الله هي أول الوصايا قال كما هو مكتوب الرب إلى هنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك يعني مزجي في التوراة من وحدانية الله ومنة الله على أهل الإسلام أن الذي يرفع شعار التوحيد لا إله إلا الله وأن الله واحد هم أهل الإسلام هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أحيى الله به ملة الأنبياء وعقيدة الأنبياء دون من انتسبوا إليهم من اليهود والنصارى فالنصارى شعارهم التثليس والصليب في العالم كله واليهود شعارهم شعب الله المختار ومصلحة اليهود ولو كفر الناس وأشركوا بالله ومن الله علينا بوحدانية الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى لا شريك لنا نجد هنا نصا صريحا على نفي الشرك وهذا بذكر النكرة شريك في سياق النفي لا شريك له وهذا النفي للشريك على عمومه لأن هذا من صيع العموم فلا شريك له في الربوبية ولا شريك له في الإلهية ولا شريك له في الأسماء والصفات والأفعال سبحانه وتعالى وقد نصا بعد حين أنه سبحانه وتعالى لا إله غيره فإثبات التوحيد ونفي الشرك في الربوبية ثم نفي الشرك في الألوهية ثم نفي الشرك في الأسماء والصفات ويجب على كل أحد أما نفي الشرك في الربوبية فلابد أن ينفى الشريك عن الله في خلق الوجود سواه ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم وتدبير أمرهم وسائر ما يتعلق بأفعال الله بهم من ضر ونفع وخفض ورفع وأحياء وإماتة وإلاج للنهار في الليل وإلاج للنهار في الليل وكل هذه المعاني التي هي من تدبير الأمر وإصلاح شأن العالم كما يجب إفراد الله سبحانه وتعالى بمعنى الملك ونفي الشريك عنه في ملكه وملكه في أنه سبحانه وتعالى لا يملك أحد معه شيئا ثم المعنى الثالث معنى الملك والأمر والنهي والتشريع والسيادة يقال ربقت الناس سستهم إذا كنت فوقهم ولذا كان نفي الشريك عن الله عز وجل في تشريعه وأمره ونهيه ولا يشرك في حكمه أحدا ولا تشرك في حكمه أحدا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمه ومن مظاهر الشرك التي يجبنا فيها في الربوبية في زماننا بالمعنى الأول اعتقاد أن غير الله يخلق أو يرزق أو يدبر الأمر وقد وقع الطوائف من الغلاه من المنتسبين للتصوف وللتشيرا في فضائع من ذلك الأمر مثل قول من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مدبر الأكوان وهذا من الشرك الأكبر وكذلك اعتقاد الشيعة أن علي رضي الله عنه يدبر الأفلاك نعوذ بالله وكذا اعتقاد أن هناك من الأئمة والأقطاب والأوتاد من يقوم عليهم العالم وفوض الله لهم تدبير الكون ويعتقدون في وجود أقطاب سبعة والأقطاب ولفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة وكذا يعتقدون بوجود أوتاد للأرض بقاء الأرض ببقائهم وأما الأبدال فقد ورد اللفظ عن بعض الصحابة في بعض الأشخاص وكانوا يعدونه من الأبدال والمقصود به المعنى الصحيح أن الله عز وجل قد خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا تزال طائفة منها على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهذا يقتضي إن مات أحد منهم أو قتل أن يأتي الله ببدل منهم فهذا معنى الأبدال وليس معناه قد أن الكون يذبره هؤلاء الناس أو يتبادلون على تدبير الكون أو أنهم مستقلون أو مشاركون أو شافعون أو متسببون في تدبير الكون ومن مظاهر الشرك التي يجب نفيها في تحقيق التوحيد في معنى الربوبية نفي الملك من مظاهر الشرك إثبات الملك لغير الله والدول حضارة الغربية من أخطر من يزعمون أن الإنسان يملك نفسه يفعل فيه ما يشاء وأن شهواته ورغباته أن شهواته ورغباته يجب أن يمتثل لها ولا يمنعه مانع وهذا كله نفي لملك الله للإنسان ولماله ونفسه وولده وسائر شؤونه التي يعمر فيها بما يشاء فقضية الحرية منافعة لقضية إثبات الربوبية لله وحده لا شريك له وأما لا شريك له في أمره ونهي وتشريعه فمن مظاهر الشرك المنتشر أولود التشريعات المخالفة لشرع الله والدعاء أصحابها أنهم هم الذين أمرون وأنهون ويشرعون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وأما مظاهر الشرك في الإلهية فبصرف العبادة لغير الله فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو عز وجل في الخلق وأما توحيد الله في الإلهية فتوحيده بأفعال العباد بأن يركعوا لله وحده ويسجدوا لله وحده ويخافوا من الله وحده ويرجون من الله وحده فيظهر بذلك إفرادهم لله سبحانه وتعالى بالعبادة وأما في الأسماء والصفات فلا شريك له في أسمائه وصفاته وهذا يتضمن نفي التعطيل لأن العدم موصوف بأنه لا شيء وبنفي الصفات ونفي تشبيه الرب سبحانه وتعالى بخلقه فمن وصف الله بصفات المخلوقين فهو لم يشهد شهادة التوحيد ويشمل منع تشبيه المخلوقين بالله عز وجل كمن يصف نفسه بصفات الله نعوذ بالأو يصف غيره فالتعطيل وتشبيه المخلوق بالخالق والخلق بالمخلوق كل ذلك داخل في النفي الوخصود من لا شريك له نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يرزقنا التوحيد ونعوذ بالله أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه أخرق بهذا وأستغفر الله شكرا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شكرا شكرا